هنروح للمشكلة التانية اللي هي سريعة قوي بقى معلش هطول عليكم فيها اللي هي حكاية وحكاية مهمة جدا وهنا بتقول بقى المهوية بتطلع منين ومين اللي عنيه كويس عشان يشوف الاختبارات اللي بتحصل في الاندية الاختبارات اللي بتحصل في الاندية خاصة في يونيا يوليا اغسطس كل واحد عايز ابنه يبقى محمد صلاح لو تشوفوا اللي بيحصل في الاختبارات دي انا بتكلم على كل الاندية مصر كلها بيروح في اليوم في اليوم من خمس تلاف لست تلاف واحد لا فيه عدد مدربين كافي ولا فيه تقدر تشوف وقت انك تشوف العيب تقول العيب ده هيبقى كويس والعيب ده لا ما ينفعش لا ده هيبقى مستقبل مصر في الكرة هل ده بيحصل في الاندية لا شوف الاولياء والامور بيعانوا كل المعاناة الاول احنا عشان كنا نروح نلعب كرة حتى في الشارع كان بيبقى مشكلة من اهلين لا ما تطرحوش لا ما تعملوش درستك الاول دلوقتي الاهل اللي بتاخد ولادها وتوديها الاندية هي اللي بتلف وهتشوفه نجمينا النهاردة بحلقة الليلة من المجري لف على كل اندية مصر كلها عاوز يلعب كرة النادي الاهل رافضوا قالوا لا انت جسمك قليل راح المقاولينه مع اصحابه قالك لا مش عارف ايه فعشان كده المفروض الاندية مفيش كشاف دلوقتي مفيش شوارع الناس تلعب فيها مفيش السحات مراكز الشباب دلوقتي بقت زيها زي الاندية غالية فمعندكش الامكانيات اللي انت تقدر تكتشف فيها العيب يعني ما بيجي مثلا انا في من اول يونيا انا عارف لحد اغسطس وانا بقى زر الاهال تليفونات يوميا والنبا ابننا عندي اختبار بكرة عاوزين نشوفه حاضر اكلم فلان حاضر اكلم فلان ها فلان يدي له فرصة بس قال لي ادي فرصة منين يا كاب انا بيجيلي خمس تلاف بنبدأ من ستة صبح صور بقى الولد الصغير ده الصغير بيقوم ستة صبحية عشان يروح يختبرو لا فطر ولا نام كويس وعنده رهبة وعنده عن طب ازاي فيقول لي كمتا انها بنعمل اللهم كنا خمسة ضد خمسة في ربع متر هنشوف ازاي خمس تلاف احنا الهامنا والله العظيم تلاتة بيجيبون مبالغة يا تمانية يا عشر تلاف في اليوم ومن الساعة كام ستة صبحية لحد الساعة أربعة بعد الدور هتعمل ليه تلكتر من كده فعزي الايالة المدرب معذور والاهلي دي معذورية فكل واحد عاوز ابنه بعد ما شاف محمد صلاح مش مهم الدراسة عند الولاد دي حقيقة مش مهم ومن حقهم ان عاوزين حتى ابنهم يمارس ويطلع ويلعبوا الكلام ده كله يعني بقول لك الدراسة هياخد ايه من الدراسة لا الدراسة كلنا دراسة مع كرة بس تدي فرصة امتى للناشئ ده ده اللي ده اللي حرام عشان كده بقول ويه ثلاث شهور ثلاث شهور خليها مثلا خمس تلاف خمس تلاف في اليوم خمسة في تلاتين مية وخمسين مية وخمسين في تلاتة حوالي ربماية وخمسين الف ساعات ما بيطلعش بينهم حد طب مين اللي حيشوف فين الوقت اللي هتشوف فيه بالصدفة بالصدفة لما تلاقي مدرب في النادي تاني بيشوف ولد والله يا جماعة الولد ده هيبقى كويس طب هاتو ممكن تاخدوا تربيه كويس قوي في النادي والتعلمه والتدربه وكله كله كله ويجي حد سن معين تقوم ماشيه وعندنا المثل كان النيني اللي بيلعب فالأرسل اللي دي كان من ادلاء لي وماشا وناس كتير هاوا العيبة أنا بديكوا أمثلة فعشان كده اللي بيحصل بتاع المستوى بتاع الاختبارات ده يا جماعة غير صحي بالمرة لا على المدربين انت ما عندكش عدد كافي من المدربين انت النادي عندك ونتا مخصوص مقدرش تزيد عنها للمدربين في نفس الوقت الاهالي معزورة طب نعمل ايه تحت الأكاديميات اللي هي معمولة في الشارع برة اللي كل واحد بيقوم منهم الصبحية عنده حتة فاضية كده يمعملها ترتان ويقول لك ايه اكاديميت ايه اكاديميت ايه اكاديميت بتعلم ايه اللي يعني ما بتعلمش حاجة هارجع تاني ويقول لك هتقول انت ايه ماسك اتحد الكرة ما هي يا جماعة والتحد الكرة المسؤول عن الكلام ده كله يبقى فيه تنسيق بينه وبين وزارة الشباب والرياضة وبين مراكز الشباب ما هو ما فيش حتة للولاد يلعبوا فيها الاندية بقى انتوا عارفين سقر الاندية الوقت عامل ازاي وعارفين مراكز الشباب بقى اتعاملها ازاي طب خصصوا جزء صغير للناس اللي هي العامة الناس اللي بتيجي من الشارع انما اللي لازم بمركز الشباب لازم يكونوا عاضوا في مركز الشباب النادي لازم يبقى عاضوا في النادي طب الولاد دول هيعملوا ايه روح ياخدوا ابنه من الصبحية عشان الاختبارات يقولوا لأ ما ينفعش يديله السنة الجاية شوف بقى اكله يديله لبن وديله بيض واكله بتنجان واكله كلام كله كلام هكذا يا جماعة الكرة بقت علم الكرة الوقت بقت صناعة بتشوف العالم كله بتشوف الولاد الصغير اللي طالع بيلعب في اي نادي من الاندية الكبيرة دي بتاعت العالم طالع بسم الله ما شاء الله جسمه ما فيش احسن من كده الفهم بتاعه التكتيك والتكنيك واللياقة كلها انما انت اللي بتيجي تلعب هنا في مصر مثل ده مثل صغير وبيجي العيب بيجيلك مثلا من اي نادي من الاندية مصر واحنا في النادي الاهل عشان يتأقلم معك مش بتأقلم كده لا بتأقلم بسرعة مع اللاعبين انه بتكلم يتأقلم على اللياقة البدنية وتأقلم على الفتنس اللي بيأخذوا في النادي ثلاثة اربع لعيبة اللي بتيجي اول حاجة بيجي لها شد عضل وتمزقات ليه انه بياخدش الحمل اللي بيأخذوا في النادي الاهل طب ده لو بياخد الحمل من صغره من صغره هتفرق معه مكش هتفرق معه وفيه لعيبة كتير اوه بتطلب من الطريقة دي عشان كده انا بقول للاندية اتقوا ربنا شوية في الاختبارات ادوا فرصة للولاد شوية مش لازم يا سيدي يجي لك كل يوم الف الفين حدد العدد وخليهم يفتح طول السنة انت خسران ايه الولد الصغير امي يجي يولك اللي بلعب في الاهل او في الزمالك او في الاسماعيلي بيبقى فرحان بتغير من شخصيته في المدرسة بتاعته بيتفاخر ان بلعب في النادي الاهل او في الزمالك او في اي نادي من عندها الكبيرة خلي طول السنة يبقى عندك حاجة سان دي باي موجودة انما اللي بيحصل ده مش هيطلع لك حتى لعيب ولا بعد مئة سنة